اشتركوا في القناة التي اعلنها الله لنا في كتاب مقدس في سفر التكوين اصحاح واحد واثنين في انشاء الاسرة الاولى الحقيقة بنجد معنيين مهمين جدا جدا الاول بنجده في سفر التكوين اصحاح واحد ايه 27 فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه وذكرا وانسى خلقه وبركم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملاؤوا الارض واخدعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء اثمروا واكثروا واملاؤوا الارض الهدف التاني الواضح ايضا في سفر التكوين اصحاح اثنين ايه 18 لما يقول كده مقدس كده وقال الرب الاله ان اعلان الهي قوي جدا قال الرب الاله وكأنه امر ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره الهدفين دول حقيقة بيعتبروا اهداف الزواج للأسرة الاولى التي انشأها الله ان يكون كل انسان له شريك في الحياة يفكر معاه يهتم به يسنده في الامه يسنده في احتياجاته يسنده بفكره يسنده بالمشاركة في كل خطوة بيعملها اثنين خيرهم من واحد زي ما اكتم وقدس قال نحن في حياتنا نحتاج الى معين نحتاج الى شريك وعشان كده عبارة شريك الحياة عبارة جميلة جدا جدا افضل من ان الانسان يقول دي زوجتي يقول دي شريكة حياتي وافضل من ان الزوجة تقول ده زوجي تقول شريك حياتي لان هذه العبارة بتحمل في دخلها مبدأ وهو اننا واحد بنشارك بعض لا ينفرد احد بالتصرف او بالرأي ولا يتصلت احد على الاخر لكن كلنا بنتشارك زي شركة في اي مشروع مش ممكن واحد ياخد قرار من غير ما يشاور شريكه من غير ما يتونس بالتعبير اللطيف بتاعنا اننا نتونس ببعض وبافكار بعض لا يستطيع احد ان يعرف كل شيء لكن يستطيع احد ان يعرف بعض الشيء والاخر يقضي بعض الشيء فنستطيع ان نكون شركاء في خطوات حياتنا مبدأ المشاركة من اهم المبادئ في نجاح الاسرة المسيحية لانها ارادة الله قبل ما تكون هي خطوة عملية هي ارادة الله ان نكون شركاء نسند بعض نعين بعض نكمل احتياجات بعض المبدأ التاني اسمروا واكسروا واملقوا الارض الله اراد ان الاسرة هي السواسيلة لخلقة بشر جدد وعشان كده ايضا في سفر التكوين اصحى ثلاثة حتى بعد السقوط ربنا قال للمرأة الى رجلك يكون اشتياقك فيكون اشتياق المرأة لرجل واشتياق الرجل للمرأة هو تكميل لارادة الله في حياتنا وتكميل للعلاقة المقدسة التي يرتبط بها الشريكين في سر الزيجة رغبة التكامل ورغبة الفرح المتكامل لاننا بنتشارك فلا يكون للانسان شريك اخر لا في الفكر ولا في الاشباع الجسدي او النفسي لكن كل واحد يشبع بالاخر وعندما يكون الاختيار صالح ويكون الاختيار مبني على مبادئ روحية نفسية اجتماعية سليمة تتحقق هذه الارادة فارادة الله تتحقق فينا بالاختيار الصالح وبالتصرف الصالح وبالفكر المقدس اللي يحمينا من الانقصام او يحمينا من الانقصام او يحمينا من الخلافات التي يمكن ان تجرح العلاقة المقدسة او تهد الشركة المقدسة التي بينها وممكن في مرات اخرى نبقى ناخد تفاصيل الشركة المقدسة دي ونقدمها لتكون الاسرة فعلا ايقونا في الكنيسة واللهنا المجد دائما او يحمينا من الانقصام